بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان ما زلنا يوم السبت عندنا هو يوم أصحاب السعادة يوم أصحاب الهنى يوم أصحاب النعمة نعمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يوم السبت هو اليوم اللي احنا فيه بدأنا مشروع مهم نحاول فيه أن احنا نعمل حاجة جديدة اسمها التمهير الزواجي أن احنا نكسب الأزواج مهارات زوجية تكون من شأنها إذا هم عاشوها واستخدموها توصلهم إلى السعادة بكفاءة وفعلية مش بس كده تكون دوات نوع من أنواع إكمال مكان يجب أن يكون أو المساعدة على أن الناس تكون محققة لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهو التمهير الزواجي انتهينا من الكلام عن مهارة التأمين الزواجي والنهاردة بنكمل الكلام عن مهارة الاهتمام الزواجي واذا كانوا شوية إجراءات وشوية بروسس سيرورة إزاي نحقق حالة الاهتمام الزواجي والنهاردة هنقف عند حاجة مهمة جدا 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 في مسألة الاهتمام الزواجي كل الناس بتقول إزاي أحسس شرك حياتي أو زوجتي بالاهتمام بتبقى حاجة صعبة معضلة اللي أنا بقوله ده وإن كان ده الإجراء التالت وإن كان ده المهارة التالتة من مهارات الاهتمام الزواجي لكنها أستطيع أن أقول لكم مهارة في صلب وعين الاهتمام الزواجي اللي هي مهارة إيه؟ مهارة إنت إزاي توصل لشريك حياتك سواء كان الزوج أو الزوجة إزاي توصل لزوجك الأولوية في الحياة إزاي تحسسه وتأكد له أنه هو أولوية في حياتك لأن في حاجة مهمة قد يكون كتير مننا ما يعرفوهاش وإن الأسرة أساسها الزوج والزوجة وإن الأولاد نعمة إضافية ربنا سبحانه وتعالى بيبن بها على الأسرة بس مش هي الأساس الأساس الزوج والزوجة لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم فالزواج بيبتدي بالزوج والزوجة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمنى عليهم ويرزقهم الزرية أو على فكرة ممكن ما يرزقهمش فهل الزوجين اللي ربنا سبحانه وتعالى مد لهمش أولاد يبقوا كده مش عايشين في أسرة ومش عايشين في نعمة ربنا أبدا طبعا أكيد هم عايشين في نعمة ربنا طب ليه بنقولي الكلام ده عشان نأكد على معنى مهم جدا وهو أن الزوج لابد أن يكون له الأولوية في حياة زوجته والزوجة لابد أن تكون لها الأولوية كمان في حياة زوجها نعف بس شوية هل ده معناه أن احنا بنهم اللي الأولاد بالعكس أنا عايز أقول لكم اكتشاف عجيب وأبحاث بتقول كده أن الانسجام والحب ما بين الزوجين بينعكس على الأولاد وبيطلعهم أسوياء وبيطلعهم كمان في حالة من حالات الرقي النفسي ويقدروا يدبروا علاقتهم بشكل سليم ويعيشوا مع بعض بشكل صحيح يعني الأبحاث بتقول كلما كان الزوجين في حالة وقام واتفاقه خاصة عن طريق أن كل واحد فيه محاسس أنه أولوية في حياة التاني كلما ازداد الأولاد استقراراً وكلما الأولاد اكتسبوا السمود النفسي معقولة؟ يعني احنا وبنعمل أنه بنخلي أولادنا هم مصدر الاهتمام في الجواز ونبتدي نهمل بعض هل ده معناه أن احنا بنفس حياة أولادنا الإجابة نعم وعشان كده كلنا شفنا لما الزوج تهمله زوجته بحجة دعايتها للأولاد بيحصل إيه؟ بيحصل تشتت الأسرة والناس تنقسم إلى فريقين وإلى معسكرين ولما الزوج بيقرر أنه يدور بقى على حد تاني يرعيه وكمان يديره احتياجات من الحب وساعة يدلعه ويحصل الاهتمام فيروح ببعض الأحيين للعلاقات المحرمة أو يحاول هو يقول أنا عايزة أمشي مع الشرع فيتجوز على مراته ويهم البيت وزوجته وأولاده والواده هم اللي بتفعه التمن بالمناسبة من إهمال وضياء وتشوه لسورة الأهل في عينهم وكره للجواز بشكل كبير جدا 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 حتى إحنا بنشوف العزوف عن الزواج الكتير دلوقتي ولذلك فكرة إن إحنا إزاي نعيش إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطت السيدة عائشة من أولوياته حاطت السيدة خديجة من أولوياته إزاي؟ يسألوه من أحب الناس إليك يا رسول الله يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال فقال أبوها طب دا يوصل للسيدة عائشة إيه؟ إن هي أولوية في حياته والحقيقة ما فيش إهمال للزوج أو للزوجة بحجة الأولاد أو الشغل حتى دايما بيكون فيه سبب وراء الإهمال المعلل أو المبرر بالاهتمام بالأولاد أو الانشغال بأعباء الشغل أو البيت في الغالب بيكون فيه مشاكل بين الزوجين مستخبية وإحنا بنحاول نغطى عليها تحت دافع إحنا عايزين نحافظ على شكل الأسرة إحنا مش عايزين نوسع الهوة لكن بنخب دا ولا هذه النوعية من المشكلات وهو نوع من أنواع الانفصال العاطفي بمناسبة عشان كده بيهربوا من علاقتهم ببعض بينهم نشغلوا في شيء تاني طب إحنا مش عايزين نمشي في طريق إن احنا بنعرض مشكلة إحنا عايزين نمشي في طريق إن احنا بنعمل نوع من أنواع المهارة بس المهارة وإحنا بنتكلم عنها لازم نتكلم على فقد المهارة في بعض الأحيان بيوصلنا لفين عشان نولد لدى الناس تحفيز ولذلك الرسول الله سلام زي ما تكلم من استطاع منكم البقى فأتزوج ومن لا ما استطع فعليه بالصيام طب هل إحنا بنقول إن البيت والولاد ما لهمش مسؤوليات كبيرة أو إن الشغل مش بياخد معظم وقت الزوج عشان يقدر يكفي بيته لا ما بنقولش كده خالص لكن بنقول حاجة تانية فكرة تانية مهمة إن وجود المسؤوليات دي لازم نتقدرها بقدرها وما تسرحش على إن هي تخفي أولوية الأزواج في حياتنا طب إزاي نحافظ على أولوية الأزواج في حياتنا في وسائل كتيرة منها أربع وسائل أول حاجة التفقد على مدار اليوم بالمكالمات والرسائل شوفوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنا جبت كلام ده منين شوفوا السيدة عائشة صحية مرة فيقول إيه فقدت رسول الله ذات ليلة يعني إيه اللي حاصل يعني إيه واضح إن إيه كل شوية بتصحى وإيه اللي حاصل وتطمأن على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقد شريك الحياة وتفقد الزوج والزوجة شيء مهم جدا فلازم نتفقد شريك الحياة برسائل ممكن نبعث رسائل للزوج رسالة اطمأنان عليه لما يوصل شغله أو نسأله هو النهاردة عن أكل إيه الحياة دي مهمة على قد صغرها بتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يرقى أخاه بواجه انطلق ولا تحقر زوجته شيئا ولو أن ترسل رسالة لزوجها ده شيء مهم جدا أو تدعيله ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقه ويسر أموره وينجحه في الاجتماع اللي عنده النهاردة أو في المقابلة اللي عنده النهاردة ونفس الحكاية في الزوج يقدر يسر لها رسالة يقول لها أنا عارف أن النهاردة وراكي حاجات كتيرة ربنا معاك وقلبي معاك يبقى إيه اللي هيحصل الرسالة دي هيكون من شأنها إيه من شأنها أنها تتطمن من شأنها أنها تحس أن في حد معاها وسند وجنبها فتحس بالاهتمام وهو كمان يحس بالاهتمام وكل زمان عندنا شوية حاجات احنا دايما عايز أقول لكم حاجة دايما الأولاد بيبقوا إما مكان للعراق أو مكان لبيان المواد ده بشكل واضح فكنا زمان مثلا إحنا وراجعين نجيب للأولاد حاجات لطيفة أو نجيب فاكهة للبيت أو أول ما ندخل نحتضن للأولاد ونظهر شؤنا لزوجتي والأولادي وزيك من الحاجات المهمة جدا 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 إن عند العودة يبقى العودة فيها شيء من البهجة الحاجة التانية اللي احنا ممكن نعملها إشراك الزوجين بعضهم في أي حدث مهم في حياتهم قبل أي حد فاكرين السيد تقول ده أنا عرفت من برة والزوج يقول أنا عرفت من برة فيبقى هنا إنه هو مش أولوية إيه ده؟ ما لي الأولوية بإنه هو أبلغه بالحاجة لا 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 ده الاهتمام بيظهر إن الشخص ده أول ما بفكر في الحاجة بفكر فيه هو ساعتها يحس بإنه إيه؟ مهم يعني لو تعرض على الزوج مثلا شغل جديد مثلا هتبقى الزوجة سعيدة جدا جدا وتحس بأولويتها لو كانت هي أول حد يعرف الحكاية دي وأول واحدة ياخد رأيها يعني هي تحس بإن هي حاسس باهتمامها ولو عايز هي تعمل مشروع بسيط مثلا هيبقى برافو عليها لو إن هي قبل ما تدخل في المشروع ده كلمت زكا وخدت رأيه لإن ده وتحسسه بإنه هو مهم مش إنه هي بعد ما تعمل المشروع تقول والله أنا عملت كذا كذا وصلت لحاجة دي يبقى لازم الاثنين يتعلموا يفكروا كإنهم كيان واحد وهي ذا اللي بيخليهم يخرجوا من الأنا إلى النحن ساعتها هيبقوا مع بعض وساعتها اللي اتنين هيحسوا بالأهمية في الأمور الخاصة كمان بالأولاد لازم يكبر كل واحد فينهم من شرك الحياة فدائماً الزوجة يقول لهم الزوجة مثلا تقول لأولادة إيه لما ييجي بابر لما ييجي بابا أنا يأكل لما ييجي بابا ناخد رأيه نستنى لما يرجع بابا وناخد نتشاور معاه وهو كمان يقول لهم ماما لو مش موافقة أنا مش موافقة يبقى إيه اللي حاصل يبقى اسمعوا كلام ماما وما تتعوهاش تعالوا كلنا نحضر الأكل مع ماما شايفين الحاجات الصغيرة دي كلها دخلة في ولقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة صدقة تحسسك بأن أنت مش مهمل ولا مهمش يبقى كل الكلام الإيجابي ده في حق الزوج أو الزوجة بيخلي الحياة مع الأولاد هم حسين بضرورة وجود الزوج والزوجة في حياتهم فيحسوا بأن كل واحد مهم لأنه بكده هنكون احنا لاتنين واحدة ونكون كيان واحد واحنا بالرب الأولاد مش كل واحد ماشي في اتجاه وباستمرار يكون ظاهر مدى أهمية شريك الحياة والزوجة في حضوف أي موضوع يتخطص بالأولاد رابع حاجة الاهتمام بجودة الوقت اللي بنقنضيه مع بعض يعني لما نجي نقعد مع بعض نقعد وقت محترم الوقت فيه أن الزوج قفل التليفون وقعد يتكلم مع زوجته ومالي البيت بهجة ومرح مش الشوية اللي عناقعده مع بعض تبقى شوية نكد وأعباء وهي لما تشوفه كل شوية ما عندهاش غير طلبات 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 لازم الوقت ده ويكون وقت فيه جودة لما يحس الشخص أنه فيه حد مهتم بيه عارفين إيه اللي بيخلي الأزواج يزعلوا لما زوجته بأول ما تقبلهم كده تقبلهم بالطلبات عارفين إيه؟ يحس أنه مش مهتمية بيه ما فكرتش فيه هو بيقول كده بيقول هي ما فكرتش فيه ما فكرتش في تعبي ما فكرتش في أنه محتاج الاحتضان ولذلك السيدة عائشة تقول ما قبض رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري يبقى في الأوقات اللي زي دي الزوج محتاج احتضان ومحتاج نوع من أنواع الحنان زي ما الزوجة بالفعل كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تتوجع السيدة عائشة فيقول هي تقول ورأسا بل يقول بل أنا ورأسا يا عائشة يبقى إيه اللي حاصل يبقى في الأوقات اللي زي دي لما بنحس أن الوقت ده وقت مليء بالاهتمام وقت مليء بالإقبال وقت مليء بإرادة الإسعاد ويا سلام لما ييجي يفكرها بالحاجة الحلوة اللي كانت الزكرة الحلوة اللي كانت بينهم وبتقوله يا أنت لسه فاكر يا سلام بتحس هي بالاهتمام في حد فاكر التفاصيل الحلوة اللي بينهم مش لما يعودوا يجيبوا من الماضي أسوأ ما فيه لا كمان إجراء مهم عشان الاهتمام وإن هو أولوية يحسسها أن الماضي اللي هو فاكره وإن هي الماضي اللي هي فاكرها هو الماضي السعيد مش الماضي المليء بالألم والجراح وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيراً أو ليصوم لو مش عجيب مش ععرف أجيب من الماضي حاجات حلوة ما استدعيش الماضي وفيه إجراءات بقى زي ما احنا قلنا الإجراءات دي الإجراءات دي تخلي الواحد يحس دايماً بالاهتمام إرسال الرسائل أو المكالمات ومش لازم يعني أنا أكلمه يبقى لازم أحلوحي لغاية ما يرد لا هو لما يشوف مكالمتي وأنا لو ما ردش علي أبعث له رسالة كنت بتطمن عليك يا حبيبي بس كنت بتطمن عليك الحمد لله إن شاء الله تكون كويسة لما تفضي بإكلمين أتطمن عليك بس كلام في غاية الاحترام كلام بينفذ سنة رسول الله سيصل كلام بينفذ يحسس شخص قدامك بأنه هو نعمة ولازم نختار الأسماء اللي بتحسس تاني حاجة عشان يحسن أولوية لازم تحسسه تنادي باسم كل واحد فيكم ينادي تاني باسم يختار لكل واحد اسم يحسسه بأنه هو من غيره حياته يحصل لها نوع كبير من الخلل يعني إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينادي على السيدة عائشة يدللها بس أهم حاجة إنه هو سمها أحب الناس إليه تجد في بعض الأحيين الزوجات تعمل إيه تروح مسامي زوجة مثلا على التليفون إيه أبو الولاد طب أبو الولاد ما هو عايز يحس إنه مهم يعني الأولاد لما يتجاوزهم مش هيبقى هو موجود في الحياة أو الأولاد لو هو غاب وما يبقاش موجود في الحياة لازم تسميه اسم وتنادي باسم يحسسه بالأهمية وهي لازم كمان هو يناديها باسم يحسسها بأهميته بالنسبة لها الحاجات دي من حاجات من الصغيرة الحاجات دي دي اللي بتقع في يمين الرحمن قبل ما تقع في أذن زوجتك وقبل ما تقع في قلب جوزك هو ده اللي بيخلي الحب يبقى موجود لازم كمان يبقى عندنا تلت حاجة تلت إجراء لازم يبقى عندنا وقت خاص على أقل نصف ساعة نصف ساعة نتكلم فيه عن المستقبل والسعادة كل ما نتكلم عن المستقبل والسعادة كل ما لحياة بتتسع وكل ما نخرج من دقنا إلى ساعة التعاون مع الله سبحانه وتعالى الإجراء الرابع والمهم أننا لازم نتعاود أننا نخرج مع بعض لوحدنا 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 نخرج مع بعض زي ما رسول الله صالم قد يسابق السيدة عائشة تحس أنها لها وقتها لها خصوصيتها عارف أقول لكم حاجة أسوأ حاجة ممكن يحس بها الزوج والزوجة أنه وتيه في وسط الأولاد أنه وتيه في وسط البيت أنه يتيه في وسط البيت لكن لما بتخصص الوقت يعمل الحاجات اللي هو بيحبها أو تعمله مع بعض الحاجات اللي بتحبوها ساعتها هحس كل واحد فيكم أنه هو في أولويات شريك حياته آخر إجراء لازم نعمله مهمة أواقاوي بلاش المقارنات مع الأهل وبلاش لما يجي الزوج يحسس الزوجة بأنه هو برب والده لازم يحسسها لازم يتكلم عن أهله في مقارنة بيها أنا أهلي مفيش حد قبلهم يا أخي ما أنت ممكن تقول الكلام ده في قلبك مش لازم تقول له زوجتك طب ومدي مش حية يا سيدي هو هو لا أنت لازم تقول كل حاجة ما الكلبة الطيبة صدقة ده يوجعها أنت لازم تقول له أنا أخويا هو الراجل الوحيد اللي واقف في ظهري ليه يا بنت الحلال بتقول له كده يبقى لازم وإحنا بنتكلم عن الأهل نتجنب المقارنة ويا حبزة لو أن كلامنا عن الأهل يبقى مع الأهل لكن كلامنا مع بعضنا أن كل واحد فينا هو رقم واحد في حياته ربنا سبحانه وتعالى لما ربط من مليل الاثنين وجعلهم نفس واحدة جعلهم نفس واحدة عشان كل واحد فيهم لما يجي يبص يبص على شرك يبص على زوجه سواء جانزوجته أو زوجها أولا لأن دوة أول حد تسئل عنه وأول حد يسئل عنها يوم القيامة يا رب خلينا أقوية ورزقنا مددك يا رب عشان نقدر نكون أهل إن احنا نحسس أهلنا أزواجنا وزوجاتنا بأن هم رقم واحد في حياتنا مش عشان احنا ملناش علاقات غيرهم لا عشان انت يا مولانا وصتنا بيهم وأمرتنا إن أول حد ننظر إليه وننظر إلى ساعته هم أقرب الناس إلينا وهم اللي بيعيشوا معنا كل حياتنا بأكملها وهم أزواجنا وزوجاتنا جعلنا يا رب دايما نجبر خواطر أزواجنا وكل من بيشاركنا في بيتنا نجبر خاطرهم بأن هم محل أولوية ومحل اهتمام لأن ده هو اللي بيجرب النور والبركة للبيوت كريمنا يا رب وجعلنا من أهل هذا النور ومن أهل هذه البركة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسلتكم ببركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسلتكم المباركة واللي إن شاء الله نسعد بكثير من التواصل وخاصة في أيام المباركات وإحنا بنستعد للشهر الكريم وكمان بنتمم الشهر المبارك شهر شعبات أول سؤال معنا النهاردة أستاذ أحمد بن أسيوت أستاذ أحمد عم الشيخ إزاي صحتك أعمل إيه كل سنة وأنت طيب نعم وفضل الحمد لله إزاي أم الشيخ أنت منورنا والله وبأسمعك على طول البرنامج الله يعز حددك الله يبرك في حددك أستاذ أحمد أنا أسألك بس في سؤالي عم الشيخ بالنسبة للضيج الرزق أنا في حاجات عملتها كثيرة لو اشتغلت بشغل كثير بس فيه المشاريع بتفشل معايا وفيه الشغل ما أكملش أهزئك فيه من شهرين وعلى كده أسيبه طيب أكلم حددك أقولك تعمل إيه حاجة فيه سؤال تاني حاجة أحمد أو لا خلاص إيه هو؟ فيه سؤال تاني لا شكرا شكرا أكلم حددك حاجة أحمد في الغالب إن إحنا لازم نعمل حاجتين أول حاجة لإن حددك تكلمت على فكرة المشاريع أول حاجة إن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه أجر من أحسن عمله وجزء من أحسان العمل الاختيار الصحيح لإن فكرة إن إنت تختار عمل صحيح هو فكرة إن إنت تستثمر نعمة ربنا اللي أودعه فيك في بعض الأحيان الناس بتختار مشاريع وتختار حاجات مش مناسبة لها فإن اللي يحصل فيحصل إن هو يخفق ويظن إن ده نوع من أنواع تضيق الرزق لا أو مش ضيق رزق هو اللي حاصل ببساطة إن أنا لم أحسن الاختيار يبقى لازم أنا أحسن الاختيار أولاً فتأكد حضرتك إن إنت بتختار مشروعات مناسبة لحضرتك لإن مش كل مجالات العمل بتكون مناسبة لكل الناس لإن حتى اعملوا فإنه كل ميسر لما خلق لها يبقى فيه حاجة أقامك الله فيها ولزيك أنت لازم تعرف إيه اللي أنت شاطر فيه وتروح تشتغله يبقى دي أول حاجة يتأكد من ده وده شيء مهم جداً 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 أمر الثاني إن فيه أوقات كتيرة بتبقى عنق زوجة للناس مش عشان تتعذب ولا عشان تتدايق ولا عشان ربنا سبحانه وتعالى بيعقبها لإن فيه ناس كتيرة لما يكون عندها دق من الرزق تظن إن إيه اللي حاصل إن ربنا بيعقبها لا مش لازم يكون بربنا بيعقبها خالص لكن ربنا سبحانه وتعالى عايزهم يتأكدوا ويسقوا في نفسهم ربنا يريد إن هما يسقوا ويثبتوا لإن الأعمال اللي عتيكي بعد كده تحتاج منهم جهد كبير فمحتاجين إن هما يثبتوا يبقى إيه اللي حاصل يبقى نفهم إن فترة ضيق الرزق دي تتمرين من باب يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت بقى أنا أثبت بقى وأصبر أصبر لما أكون شغال في الحاجة اللي أنا بحبها أثبت وأصبر وده ساعتها هيكون نوع من أنواع تثبيت الله سبحانه وتعالى آخر حاجة بنقولها في مسألة ضيق الرزق واسع مشهادة يعني إيه اختار أشياء بالسعة مش بالضيق ما تفكرش بإن ده ضيق ولكن فكر بإن المجال ده في مجالات تانية مليئة هيحصل خير كتير لما أنت توسع وتسأل الناس تسأل الخبرة تسأل الناس اللي هما عندهم خبرة في الأعمال دي يقولك المجال دوت دلوقتي شغال المجال دوت مش شغال فلما تسأل الخبرة مش تسأل أي حد القريب منك والصديق مش لازم يبقى خبير ولكن يسأل خبير حتى لو عدت فعله فلوس عشان تختار المجال الصحيح تلات حاجات قلتهم لحضرتك ده هيوسع علينا كتير واعلم أن ضيق الرزق من قسر النظر ولما توسع مشهدك تنى المسعد أستاذة فايزة من بني سوفت تفضل السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج حضرتك ده نور على نور الله يرضى عنك ويبارك فيك وربنا يخلي حضرتك ويديك العافية يا رب بسطة في العلم وبسطة في الصحة وبسطة في كل حاجة يا رب إن شاء الله بإذن حضرتك يا شيء يا رب بسطة براية هل صبر على المرض بياي الفصود؟ الله هو أكبر الصبر على المرض الصبر على المرض من الأصناف الثلاثة من السبر اللي العلماء نصوا عليهم لدينا ثلاثة أنواع من الصبر وأنا شايف أن الصبر على المرض هو ده سؤال حضرتك يا حاجة Fehزة بس ولا فيه أسئلة تانية؟ لا فيه تانية يا شيء يالله تفضلي من سؤال التاني بعد إذن حضرتك لما اجي اصلي وانا يعني انا ستة كبيرة وبتحصلي حدات صحية كده ومش بقدر اقوم اتوض في حد يوضيك ولا لاي حد يفايز توديني الصبح وتوديني بالليل الفترة دي بقى اعمل فيها ايه هقول لحضرتك السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بعد ايه لحضرتك هل لينا سواب على الابن العصبر على الابن العق حاضر اجاوب على حضرتك عفوا يا ستي شكرا حاجة فايزة اول سؤال هل الصبر انا شايف ان الصبر على المرض صبر على الثلاث حاجات احنا عندنا صبر على الطاعة صبر على الطاعة يعني ان اصبر على بعض المشاقة التي كانت تكون مع الطاعة زي ما عندنا الصبر على المرض اهو الصبر التاني صبر عن المعصية ان انا ما ارتكبش المعصية التالت الصبر على الاقدار المؤلمة ان فيه اقدار انا بحس ان هي مؤلمة اشتر هي المؤلمة لكن ايا تؤلمني لان انا في الحقيقة ظرفي بيخليني اقع في حيز الامن الصبر على المرض بيجمع التلاتة الصبر على المرض بيجمع التلاتة فمن صبر فهو في طاعة ومن صبر فهو بيصبر على معصية الجزع ومن صبر فهو يصبر على القدر المؤلم فيدخل في يقين قولي تعالى انما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب فطاعة طبعا بالله شك لدرجة ان كل كل قلم يحصل يحصل الانسان الله سبحانه وتعالى اما يمحو به خطئة او يرفع به درجة هذا من لطيف ومن جميل ودي الله سبحانه وتعالى مسألة الصبر بقى ومسألة ان فيه حد بيجي يوضيك في الصبح وبيوضيك بالليل خليه يوضيك الصبح بعد صلات الفجر صلي الفجر بالوضوء وبعدين يوضيك بعد صلات الفجر وحتى اتوضي ولو اني انتي ما عندكيش حد اجمعي ما بين الصلاتين بوضوء واحد بس طيب واذا كان عندنا وخاصة لو كان عندنا سلاس بول او كان عندنا اي عزل من الاعذار اللي فيها نوع من انواع عدم القدرة على دايب انا اتوضيك على ما قاله الشيخ عليش وما قفت به يبقى خلاص نتوضي للصلاتين مع بعض نجمع ما بين الصلاتين بوضوء واحد يبقى هتوضيك للدهر والعصر واتوضيك للمغرب والعشة واصلي بيهما حتى لو ادى ذلك الى الجمع بين الصلاتين ونعمل بحديث سيدنا عبدالله بن عباس انه جمع بين الصلاتين في غيره سفر ولا مطر لكي لا يحرج امتها فالامر عندك على الساعة اما الصبر على الولد العق ده ثواب عظيم لان في الحقيقة الصبر على الولد العق ده قد يكون باب من ابواب الهداية وباب من ابواب الدلالة على الله وان شاء الله ربنا يكرم حضرتك ويجعلك من الصابرات ان شاء الله اللي يفتح لهم ابواب الجنة وخاصة ان احنا في ايام الايام اللي احنا فيها دي هيأتي ايام يضاعف لها الثواب وان شاء الله بس كattري من الدعاء لي لابن العق من اهم الحياة اللي نحنا لازم اعملها ان احنا نكسر من الدعاء له وخاصة في السجود في سجود كل صلة ان شاء الله ربنا في شهر ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يهدي اذا التزمنا مسألة الدعاء له في كل سجدة من سجدة الصلة استاذ محمد يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد حضرتك محمد منصور من القرارة اهلا وسهلا استاذ محمد والله حضرتك انا موجوه واجع جامد اوي سلامات الله يسلم حضرتك يا رب انا كان معايا زوجة قعدت معايا 8 سنين وكانت الدنيا ماشية وحلوة وكده وبعدين لما الدنيا دائت بقى جبنا بقى تكتك واشتغلنا عليه وكده والدنيا كانش ماشية حلوة برضك وزي الفل وربنا مرضينا الحمد لله الحمد لله يعني الدنيا ماشية وبعدين مرة واحدة كل شوية ألم الشنطة يا منضم نهور كل شوية ألم الشنطة وسافر كل شوية ألم الشنطة أعيز أمشي طب انا احناين مش معصر معاك في حاجة طلبات بيتك كل اللي انت عايزة لبسي وفسح وخرجات ومن اسكندرية للهرم لبرتاقيل فحصل ايه حاجة محمد والله يا فنديم جات مرة واحدة قالتلي أنا قريب أو بعيد من بقى لا كم سنة كده قريب أو بعيد أنا كده كده حتطلق فمن هناك من من الوقت ده وانا حاطت في دماغي من هي في اي وقت هتطلب الطلاق و هتخدر بي حتى انا قلتلها ان انا حسس ان انت هيجي في يوم العيام و تخدري بي المهم جات في مرة لمت الحاجة فانا طبعا بقى ما بخلاش تلم حاجة قامت تلم الشنطة فاحلفت عليها بالطلاق يبقى احنا مسألتنا انا برضو مستني دي يبقى احنا مسألتنا ان انت حلفت عليها بالطلاق لا انا حلفت بالطلاق ازاي حضرتك ما انا حلفت بالطلاق طيب بس اقول لي يعني هو سؤالك عن الحلفان بالطلاق صح كده لا لا يا فندي ما انا حلفت عليها بالطلاق لو لم تحجم الدوليب انا مش هقولك رجعيها تاني عايزة ترجعيها بقى رجعيها ما ترجعيها ما ترجعيش ما ترجعيش طيب. طيب. عشان عرف حلفان الطلاق عندي ده لما بحلف بالطلاق لو لو اللي قدامي ايه بنافذ الطلاق. طيب. فين السؤال يا حجم حامل? السؤال. السؤال فين? السؤال يا فندم راح اتلم حاجتها وماشية في ايام زي دي واخبار حضرتك. وانا مش مسامحها. على انا صرفته وعلى انا عملته وعدالها. طيب. فين السؤال طيب? ما هو انا مش مسامحة انا مش عارفة سامحها. ما هو ده السؤال? طيب. انا مش عارفة سامحها. اعمل ايه عشان اسامحها? او انا انا. طيب خليني بس اسألك يا حجم محمد. يعني ايه دلوقتي خدت هدومها وراحت عند الاف ده منهور. خدت هدومها وخدت عرشها وطلبت الطلاق طلقتها ونزلت لها حاجتها حملتها لع العربية. اه يعني انت طلقتها يعني في الاخر خالص حجم محمد انت طلقتها. بالزبط كده. فانت دلوقتي بتقول ان انت مش مسامح مش مسامحها في ان هي طلبة الطلاق. اه انا انا حتيت الرجوع ومش رجوع. طيب يا حجم محمد بس خليك بس معي. هي كانت بتقول عشان بس نعرف. هي كانت بتقول لما هي طلقت منك. كانت بتقول الكلام اللي هي مش الكلام اللي انت بتقول ان هي مش صحيح يعني. كانت بتقول ان هي طلقت منك عشان ايه? لأ والله يعني هي هي عايزة كانت هي حطة في اتنغى ان هي هتاخد معاشة ابوها وبيتهم في درمون. لا زبنا معاشة ابوها هي كان بتشتكي منك في ايه يا حجم حمد. لا ما فيش شكوة والله ما فيش شكوة لو ما قلت لهاش انا بحبك في يوم يابد شكوة. لو ما عليت لك كسفكة وانت طالع وانسيت ولا حاجة دي شكوة دي مشكلة. ويتن? الساعة الساعة تلاتة الليل. صوتها يعلى يا بنت. سكوتي. يا بنتي ديكي ربنا. يعني هي صوتة يعني هي بتجلأ 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 بتهبأ. انا اعسف يعني. انا اعسف التعبير. استنى بس يا شيخ حاج محمد. ايه. يعني هي بتهب معاها في الساعة ثلاثة الفجر كده ولا ايه اللي بيحصل? اه والله انا بخلص شجر الساعة واحدة الساعة اتنين عبال ما بروح بيسي. اه يعني انت بتيجي الساعة واحدة. اه اه. طي. اه ببقى انا طبعا انا تعبنت للمهار. ايه. 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 لحد الساعة واحدة اتنين بالليل. ايه. ايه. ببقش بقواجع قلب ومشاكل. طب انا. عندكم كان عندكم عيال يا حاج محمد. لا يا فاندم الحمد لله. الحمد لله. طيب سيف. الحمد الله ما فيش عيال ان في مشكلة ولا ما فيش مشكلة? لا ايا كانت انا عندي عيال من واحدة تانية الله ارحمها. فجوزتها وانا مش عايز عيال. فبحبت ربنا رضيها. طيب ماشي. اجاوبة على حضرتك. اجاوبة على حضرتك يا حاج محمد. حاضر اجاوبة على حضرتك. انا ما عرفش فكرة ان فيه ناس بتتطلق ولا فيه ناس عندهم مشكلة زوجية. ويكون سببها طرف واحد. ما ما عرفهاش. بجد والله ما عرفهاش. ما عرفهاش ليه? لان المشاكل الزوجية عندنا لازم يكون سببها الطرفين. هاي حاج محمد سامع كلامي. انت حضرتك بتجي الساعة واحدة. ومش عايز تخلف منها. فيعدل وحدها. وبعد كده هي هي اللي شالت الموضوع كله. هي اللي تلعت وحشة. هي تلعت بتغضر. واحدة انت مش عايز تخلف منها. هتكون مبسوطة. هي ما كلمتنيش. بس انت كلمتني. وانا تعلمت في مسائل العلاقات الزوجية بدل انت مش عايز تسامحها. اسأل نفسك. اسأل نفسك هال امرأة تتحمل ان جوزها هيجي لها الساعة واحدة بالليل. فتفضل طول الوقت وما عندهاش عيال تتحمل ده. انا مش عشان. طيب خطرك اقول لك ايه ان هي ظلمتك. لا. انا اسألك انت كان نصيبك قد ايه من المشكلات اللي انتو عملتوها دي مع بعض. حاجة محمد. الانصاف حلو. والانصاف يطيب. على فكرة الانصاف يطيب القلوب. لما الواحد يكون منصف كده قلب يطيب. لكن لما يحس بالمظلومية ان هو مظلوم قلبه يفضل موجوع. وانت قلت ايه له? ان قلبك موجوع. عالف اللي يطيب قلبك ايه? الانصاف. هي موجودة قدامي ايش موجودة قدامي. بس انا بقولك. سنة ربنا في الحياة. سنة ربنا في الحياة ان انت كن منصفا يطيب قلبك. ليه? احنا اطلقنا. اطلقنا اطلقنا بعد ايه? بعد خد وهات وكل شوية هي تقولك انا اروح لأهلي. وانا حاصل. وانت شايفة ان هي ملايش حق. فانا عايز اقولك حاجة. انت مش بتكلمني في الصلح دلوقتي. بتكلمني اعمل ايه في وجع قلبي? انصفها من نفسك. انصفها من نفسك. فلما تنصفها من نفسك. مش معنا كده ان هي مش ممكن ما تكونش ظالمة. ايه بكلمك بلدوي قلبك انت. هي مش موجودة قدامي دلوقتي. هي قد تكون ظالمة على فكرة. لكن انت عايز تدوي قلبك. انصفها من نفسك. يعني ايه اللي حاصل? قول والله العظيم ده انا عملت كيت وكيت 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 وكيت. عشان لو قدر ربنا ورجعته لبعض. ترجعوا على على صفاء. ترجعوا على مية بيضة زي ما بيقولوا. والانصف عزيز. لكن الانصف ده يعزز الانسان على النفس الامارة بالسوق. وزي كان ما نصحك. عايز قلبك يطيب من الوجع كن منصفا. استاذ امونة تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا استاذ امونة. ليش شيء تدعيدي دعوة حلوة كده ربنا يتقبلها ربنا يتوقني ابني الحلال يا ربنا ان شاء الله. ربنا ان شاء الله يا رزقك الخير والبركة ويفتح عليك ان شاء الله. ويرزقك رزقا. حسنا ويرزقك من يفتح لك ابواب القرب والمحبة والوسط. لمولانا سبحانه وتعالى وبحضرة النبي. يا رب سؤالي بقى حضرتك بعد اذنك. تفضل. ده هي عندي جزء اخت كل لما يحصل مشكلة معيها. بيحلص عليها بالطلاق. يحكم ان انت حضرتك اه او من رأي حضرتك اللي اللي يحصل مشكلة بينه وبين اولاده كل شوية يحلص علاماته بالطلاق. ده زوجه اخت حضرتك? ده اولا. ثانيا في حاجة اسمها علاج روحاني. يعني لو حتى على حتى على واحدة او على واحد بالقرآن بيعالج مثلا روحاني. في حاجة اسمها كده. علاج روحاني. انا افهم ان العلاج ده كمفهوم يعني. مفهوم العلاج ده ده مصطلح. العلاج ده يعني فيه تشقيص وفيه عققير بيتتخدله. هل هو بيعمل كده? والعققير ده مجربة. يعني. 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 مش فهم يا عققير يعني ايه. ادوية? ادوية. ادوية ده فيه ادوية بتتاخد اه في الفم? او تتاخد حقا في الجن? لا لا لا. علاج روحاني ده يعني معناي ان دي قرأ دي القرآن ولو في حاجة بيقول لك عنيها. اه. بيعتبر ان هو بيعرف الحاجات دي منين? بالوحي يعني? طب احنا هناك هناك في الطب بنعرف الحاجات دي? بالاعراض. بالاعراض المدروسة في الاكاديميات وفي علم الطب. هو بيعرف الاعراض دي ازاي? يعني. ايه الفرق ما بين الجن العاشق? وايه الفرق ما بين الجن الدحلاب السحلاب? ايه الفرق? انا معرفش الصراحة. ما انا بحاول. وكلام مش لحضرتك بس. كلام لحضرتك والسادة مشاهدي. ما ممكن واحد طول الوقت هو بيفكر في الحب الشخص المعالج الروحاني ده. طول الوقت هف عليه ان هو يحب ويتحب. فطول الوقت كل جن عنده جن عاشق. او عندهم جن سفلي. او عنده مشكلة في الطابليت في البيت عنده. ما هو ده تيرضي ربنا كده? يرضي ربنا ان احنا نخلي اعراض الناس وافكار الناس وحياة الناس بهذه بهذه العوبة في ايدي هؤلاء الناس? ده ما يرضيش ربنا ده. ولزايك اللي حاصل? لا انا ما عرفش العلاج ده. انا عرف ان العلاج تداوى عباد الله. انا ما عرفش ان هو بيقدم دوى. وما عرفش ما اقدرش اخلي حياة الناس ملعبة في ايد حد بيعمل حاجة مش مجربة. انا اللي عايز يعمل كده يجيب لي حاجة مجربة. حاجة معترف بها. حاجة لها اثر واضح استطيع ان انا ابني عليه. لان اجساد الناس اجساد الناس محترمة. ليها حرمة. ما غير ما يكون من اهل التخصص. فالعلاج الروحاني انا ما عرفش. لكن اعرف ان في بركة. واعرف ان في قرآن له خير ونور وفضل. وده مش محتاج حد يعالج. انا ممكن اعمل الكلام ده مع نفسي. فانا اعرف ان القرآن في بركة. واعرف ان القرآن في نور. لكن ما عرفش ان في حد يقعد يعمل تأليف. وبعد ما يعمل التأليف دي. الله سبحانه وتعالى يختبره ويختبر الناس اللي مصدقينه. ويقول ان هو ده عالج. لا. العلاج عندي. علاج. نستطيع ان احنا نقيس صحبه. بحيث ان الشخص لو اخطأ في هذا العلاج. نحاسبه. هذا الشخص لو اخطأ. وخلي نفسية الشخص ده في الحديد. او خلى شخصية الشخص ده في الحديد او خلى او خلى يلبس في صور حديد. مين لا يحاسبه? يعني صاحب العلاج الروحاني ده. لما يخطأ عن حاسبه ازاي? الطبيب لو اخطأ عارفين. لو لم يبزل عناية الرجل الحريص عارفين. عندنا نقابة وعندنا اشياء ممكن نحاسبه به. هذا الشخص صاحب العلاج الروحاني. لو ركبه الاكتئاب او ركبه الاكتئاب عن حاسب مين? ولذلك انا ما اعرفش الكلام ده. انا اعرف حاجة واحدة بس. اعرف ان القرآن فيه خير وفيه بركة وفيه نور. لكن ليس من الادب مع القرآن ان انا احاول القرآن الى صيدلية ولا احاول القرآن الى عققير. القرآن كتاب الله. كتاب هداية. فلازم نتعامل معه بهذا بهذا الطريقة المحترمة. اما زوج اخطك اللي قد يحلف بالطلاق. لو بيحلف بالطلاق كده عمالة على بطال ده هو آثم. لان الطلاق ده ما ينفعش الواحد يتلعب به. الطلاق ده كلمة محترمة لا تستخدم الا في اخر العلاج الذي هو الكي. فالاسراف ده ده نوع من انواع وله ذو بالله التجرؤ على شرع الله سبحانه وتعالى. فلابد ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى يتوب الى الله من الان من فعل قد يوصله الى ارتكاب الكبار. يا سيد احنا نتكلمنا النهاردة بشكل واضح عن الاهتمام. اهتموا باهل بيتكم. اهتموا بيهم. فبعتلهم ان انتوا بتحبوهم. واتصلوا بيهم. واطمئنوا عليهم. وقولولهم كلام ايجابي. وبطلوا تقرنوهم باهلكو. ولما ديجوا بتتكلموا معاهم. قولولهم الكلام الحلو. وخرجوا معاهم. وشاركوهم في الاعمال المهمة. وكمان مهم جدا جدا جدا. ان احنا مع بعض نعض وقت. كله مليان وده وبهجة. ويا سلام. لو فضلنا مع بعض. على طول. بنشارك بعض. في الكلام عن المستقبل. والسعادة. عشان حياتنا كلها تكون فيها نعمة. وزيادة. واعرفوا ان الاهتمام بشريك الحياة. باب من ابواب شكر النعمة. ولان شكرتم. لا ازيد انكم. يا رب زدنا من نعمك. وجعلنا دايما من الشاكرين. ان احنا نهتم بالنعمة. نهتم بالازواج. ونهتم بالزوجات. لان دي نعمتك لينا يا رب العالمين. يا اكرم الاكرمين. اجعلنا دائما من اهل اليقين. بان بيوتنا محل نظرك. يا كريم. يا ودود. يا ارحم الراحمين. اشتركوا في القناة